السلام عليكم البنات سلام حبيباتي وشراكم إن شاء الله تكونوا كامل بألف خير إن شاء الله يومكم يكون طيب ووفق معطر بذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى علي أفضل الصلاة والسلام نوصلوا دائما مع الأفكار مع الوصفات الرمضانية يعني دائما نحب نجيب لكم وصفات لتنفعكم واللي راي رايحة تفيدكم وتنحي عليكم الحيرة تعطيها إن شاء الله في الشهر الكريم الفاضل إن شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة أولانا في البداية على فيديو هنا يعني حنشارك معاكم لاتاي لاني رايحة نرافقوا بالصامسة تعليموند ماياسين ركو تعرفوا هادو كامل الصامسة تحها كامل يعني أنا حبي منعرفوا كيفاش تخدمها ما يبقى السر غير عندها هي ميني صامسة مقرمشة هاد المرة كموندي تعليها كما كتوفوا دو مودر واحدة معسلة واحدة ماشي معسلة هاكدا يعني انتم تاني إذا كنتوا متحبوش بزاف العسل وحبيتوا كموندي وعليها حبيتوا تنقصوا السكر مثلا راه يديرها معسلة وديرها ماشي معسلة يعني على حساب الذوق ديالكم محشية بالمكسيرات الجوز واللوز يعني ما تديرهاش كامل داخل الكوكاو واحدة الصامسة كخوسيون تمقرمشة هادي هايلة في الصهارات الرمضانية خاصة الناس اللي تحب تأكل هاكدا حاجة حلوة يعني ماكش ما أحسن من الصامسة تحها ميني صامسة معالات الله الله مر الفطر يعني جي اتشهي ممتو متاني اذا كان عندكم ضيوف الصهارات الرمضانية وحبيتوا تحمر وجهكم معلكم فقط بهذا الصامسة اللي ننصحكم بها خياتي رقم الهاتف روي جوز هنا امامكم اذا كنتوا حابين تطلبوها ونشكر كامل اخوات يعني اللي داروا فيها ثيقة وطلبوها من عندها والحمد لله يعني بزاف اللي بعتوا لي على الانستغرام وقالوا لي ساميرا فعلا صامسة مقرمشة والله غير فرحت يعني ودائما نحاول كما يقولون الصامسة ثانية رحتحتر الخارج نقولهم كامل بصحتكم ولي رام يبلغوا الاسلام مع الموند ما ياسين نقولكم انا ثانية نسلم عليكم بزاف ونقولكم نحبكم ونموت عليكم وربي يخليكم لي اهنا يا بعد ما تمو لك تبادق الصامسة الفنجل تعالي تايل الله الله نط هنا الشغلي كانوا عندي شوية معنات كما كنت شفو هاد المرات فنية انتم غسلتهمش في الليل دلت لهم هنا ارغي واقبل ما نبدأ طيابي هاكدا باش نديقاجي اللي فيا ديالي ويعني ما يتلموش علي المعن اه كيماش تودر ترغي واهنا يا درت شوية قطرة برك من جاويل تاع ستيك باسكو راها موركز بزاف ودرت شوية من سائل تاع الاواني بخيوغ هاديك القرعة الصغيرة هاديك راها جد موركز لبنات يعني ديروا واحد الرغوة ما شاء الله يعني تشد مدة طويلة ما تخلص وهاد القرعة الصغيرة هادي راح تشد لكم مدة طويلة اون بلوس يعني حتى بالنسبة للسعر ديالو راح تلقاوها يعني بسعر في متناول الجامع ماشي كامل غالي خياتي نشاء الله تجربوه وتشوفوا يعني النتيجة بعينيكم بالنسبة للاخوات اللي دايمني سيقسوني على هاد المرميطات الغوج هادي المقلعة وكامل هادي ستونسيغي لبنات شريتها ملجرف عندها دوكا واحد بخسك تخوازان هاكدك شريتها نظن كي بدا هادك الواباء وكامل دوكا الامبورتاسيون مراهيش كاينة يعني مليشيتها مازش كامل تلاقت بهم راه هم تعلا سويسخياتي وصراحة يعني خرجوا لي حاجة مليحة يجو فيهم زوج مقلات ويجو ثلاثة طنيجرات من الكبيرة حتى الصغيرة ويجي فيهم كاسرونة وكامل بلغطات ديالهم اكوشتوهم معايا يعني عدة مرات بالنسبة للسعر تحمن هادك الوقت شريتهم زوج ملايين انضن بو ميتين ولو مية وخمسين الف دوكا مراهيش متوفرين هاكدا انشاء الله هنكون جاوبت كامل الاخوات لي في كل مره يسقصوني عليهم يعني كاين وين جاوب في الكومنتر ما كاين وين ساعت ما نقدرش يعني نجاوب كامل التاليقات ولا الاخوات ليسقصو عليهم انشاء الله ليسقصوني عليهم انشاء الله يلقاوا الجاوب انشاء الله في هادلا فيديو هادي ودوكا نروحو اخياتي الوصفة اللي جبتها لكم نهار اليوم هناك ما كتشوفوراني معالي شامبينيون نشكر صديقتي سلمة لي جبتهم لي نقولها يعطيك الصحة هادو ما مشريتهمش جبتهم لي هاكدا كفريشكين الله الله كيما كتشوفوا معايا جدد هنا يقولت نشارك معاكم الطريقة تعال تنظيف ديالهم يمكن هاكدا انتو متاني يعني طيحو فيدكم دي شامبينيون هاكدا على بلكم لي شامبينيون هاكدا جدد فريشكين لا علاقة في البنة تحمع لي شامبينيون هادو كتعل المعلب اون بلوس يعني كيما على بلكم حاجة معلبة مايش صحية مكاش كيما كين تناولو حاجة هاكدا تكون طبيعية طازاجة بالنسبة لطريقة تعطي نضيف اكشتو خياتي لي شامبينيون عمرنا ولا نروحو نرموهم ديراكتو داخل الماء ننك نطفوهم قبل في اللول اكشتو الطريقة شوفوا معايا خياتي غير باللموس هاكدا نحولهم هذيك القشرة الفوقانية لانه جنرال ما تكون فيها ترابو كامل وهذاك الساق تاني نكرطو هاكدا نحولو كامل هذيك القشرة الفوقانية اما هذيك القشرة الداخلية يعني ماشي لازم نحيوها انا فقط حبيت نحيها ما هي تنتكل عادي بالنسبة يعني اللي غسلت حم عمرنا كيما قد كم من دخلوهم في الماء فقط بعد ما ننقيوها انا جبت هاكدا كامل غي سيبيان كيما اشتو معايا دلتلو شوياتي على الخلب وندقل هذيك الحباتي على شامبينيون يعني تشليلة خفيفة وغابيد ما وننحيها ونقطرها في كسكاس لانه لي شامبينيون هادو ما البنات جايين كشغلوا كاليبانج وكنخلوهم في الماء يشربوا كامل للماء ومباد ما حشيجونا ابنان وانشالله تكونوا سفدتو خياتي من هادو طريقة تعتنظيف تعليه شامبينيون هنروحو نطيبوهم انا حي نديروهم سوس بلانش يعني هايلا تصلح كوحش ودي يعني للمو ملاحات وتصلح تاني نرفقوها معا روز ولا معا ليبات هنا في المقرى درت شوية زيت درت شوية زبدة عندي هنا نص صدر الدجاج قطعتو هكذا الى شرائح حطيتو يتقلى درتلو شوية ملح شوية فلفل لكحل هنا اني نقلي فيها على نار تكون قاوية ماينش حباتو مثلا حتى يدخلو مليح مليح طياب وانما بشبرك ياخد هادوك التحمير البنة تع القلية وفي نفس الوقت يتلق البنة ديالو في هادوك الزيت وهادوك الزبدة بعد ما تحمر هادوك السودور تع الجاج فليكوتي دائما في نفس الزيت هادوك وهي سخونة دائما على نار قاوية حطيت هنا يا نص حباب صل هكذا يا مسكرفجة ودرتها تتقلى هادوك الوقت توليت لهادوك السودور تع الدجاج نقطعوهم هكذا بالموس الى شرائح تكون هكذا يا بالطول يعني الجاج مليح نطيبوه بزاف هكذا بش يبقى ناطري وفي نفس الوقت بش يجي بنين ناخدو تحميره هكذا بهات الطريقة راح يجونا ابنان هنا رانوصلنا لهدي التحميره اللي قوت لكم عليها مهم جدا نوصلوا لهاد المرحلة تعطيه هكذا بش كي ما قوت لكم هادوك الشامبينيون يجو بنين هنا يا بعد ما تحصلت على هديك التحميره وترجعت هادوك الجاج بعد ما قطعتو هكذا الى قطع وبعد هنا يا مرقت بكمية قليلة تعمى سخون حوالي اربع كاس هكذا نخليهم يزيدوا يغليوا شوية وبعدها مقبل ما نطفيو عليهم بحوالي تلت دقائق الى اربع دقائق درت لهم شوية تعالك خم خش لاك خم السائلة الخاصة بالطبخ ودرت عليهم شوية ملح شوية فلفل لكحل وزيت لهم شوية زعيطرة فتتها هكذا من الفوق زعيطرة يعني حتعطينا دوق بزاف هايل في هاد الوصفة هادي وفالا هكذا نزيدو نخلوها تكتك شوية كي ما قلت لكم حوالي زوج دقائق ولا ثلاثة ونطفيو عليها وهو اللي كل قوام اللي نتحصلو عليه واحد صلصة بتاعلي شامبينيون بالدجج صلصة ببيضة بزافة بنينا هنا في الاخر ست لها رشة تعال معدنوس وطفي تعليها ونخليها تبرد ونروحو نحضروا معها بعد العاجينة دينا هنا في الريسيبيون ديالي حطيت ميتين وخمسين جرام تاع فارينا حطيت عليها مغرفة صغيرة تاع الملح نص مغرفة صغيرة تاع خاميرة الحلويات نخلطو هاد المواد الناشفة هاد المواد الجافة هاكذا مليح وعندي هنا يا مية وخمسة وعشرين جرام تاع زبدة هنا من الاحسن ناخدو زبدة التوريق ليتكون باردة مليح مليح نسكرفجوها هاكذا يا فالخشين ونزيدوها على هاديك الفارينا ونبعد هنا يا راني موجدة كيما كنتشوفوا معايا نص كاس تعمى يكون باردة تاني مليح مليح درتلو مغرفة كبيرة تاع الخل شوفو نحاولو هنا في الولك شغل نرمدو هاديك الزبدة التوريق بهاديك الفارينا نغلفو كامل الزبدة ديالنا هاكذا بهاد الطريقة ونبعدها غرب الاصابع نبدا ونفتتو فيها ولك شغل نبدا ونبسو في هاديك الفارينا بهادك الزبدة هاكذا بهاد الطريقة هادي بهاد الشكل يعني غرب الاصابع ما نعجنوش ونبعدها بهادك الماء نص كاس تعمى اللي كيما قلتلكم درت فيهم غرفة كبيرة تاع الخل نبدا ونجمعو في العاجينة ديالنا تاني غرب الاصابع بدون عجن ولا دلك هاكياتيرا نديرو في واحد العاجينة مورقة يعني صدقوني من اسهل العاجينات المورقة لكاين بلا تعب بلا جهد هنا شوفو معايا طميتها بركي ما قلتلكم بالاصابع متى عجني متى الدلكي هاو القاوام ديالها تكون طرية بصح تكون كشغل شدة اروحها نرشو مكان العامل ديالنا مليح مليح بالفارينة وهنا نكونو سريعين شوية لانو راني حابين هادي كزوبدة التوريق شغل تبقى بباردة ونحلوها هاكدا على الشكل مستطير ونبعد نطويوها مرة نعاودو نزيدو نرشو تاني مكان العامل ونعاودو نحلوها للمرة التانية على الشكل مستطير ودائما نرشو تحتها في مكان العامل الفارينة ونبعد نزيدو نعاودو نطويوها للمرة الثانية يعني هاد الخطوان ديروها زوج مرات بركي خياتي واحنا رانا تحصلنا على عاجينة مورقة كخوستيان تخياتي من اروح ما يكون بدون جود ولا تعب هاد العاجينة هادي تقدروا تديرو بها لعجب خياتي وتلعبو بها كما تحبو تقدروا تديروها كونفوندو تاقت يعني تحطوها في ليمول تعليه تاقتويلات سواء حجم كبير ولا صغير هادي تاني تقدروا تديروها للمالح والحلو ديرو بهادي تاقتويلات حلوين بالفواكه وكامل كيمة تاني تقدروا تديروها دي ميني شانسون تاني المهم كيمة قوتكم كيمة تشكلوها راح تجيكم هايلا اهنا يا بعد ما طويت هالمرات تانية عاود فتحتها شوية هاكدا نحطها شوية هاكدا في التلاجة يعني حتى تبرد شوية حوالي اربع ساعة الى نص ساعة تقدروا حتى تدخلوها الموجة ميت شوية اذا كنتو مزروبين هنا راني خرشتها رشيد ما كان العمل ديالي بالفارينة وبعدها اللي بنات هنا يا شوفوا معايا قسمتها اعلى زوج اهاني رايحة نفتح الجزء اللولاني على الشكل مستطيل انا رايحة ندير بها انتوغت تاني دونك هني حنعطيكم فكرة واحدة اخرى تقدروح تديروا بها الكوكا المورقة تاني هاد العاجينة هادي شوفوا نفتحتها على حسب هادا كله مول لاني رايحة نطيب فيه هاد المول اللي عنده حجم مستطيل المول تعنا ما ندهنوه ما ولو لانه العاجينة رايحة فيها كمية مليحة تعليدة لبسوا العاجينة ديالنا في المول ديالنا نضغطوا مليحة على الجوانب بالنسبة للسوم كراكوشتو معايا ما نديروهاش رقيقة بزاف وما نديروهاش خشينا بزاف حوالي هاكدك 3 الى 4 ميلي متر نضغطوا مليحة على الجوانب باش العاجينة ديالنا تاخد لا فهم تعلمول نجيبوا هاديك لا فخص ديالنا شوفوا بعد ما تبرد رايحة تجمد نزيدوها هنا الداخل ونزيدوها من الفوق شوية تعلي الجبن المبشور تقدروا حتى تزيدو لها شوية زيتون دين وايوتي يعني واحد لا فخص بزاف بنينة والجيتاني خفيفة وسهلة في التحذير ديالها اذا كان ما عندكم ش هدوكلي شامبينيون الجدد هاكدك استعملوا تع المعلب بعد ما حليت الطبقة اللولة كيما اشتودوك بنفس الطريقة نحلو الطبقة التانية دائما نرشو مكان العمل تعنا بالفارينة هاكده باش العجينة ما تلسقش اهنا يشوفو جبت شوية ما نحطو كامل هاكده على الجوانب هاكده باش كي نحط طبقة تانية تع العجين ونغطي لا فخص العجينة هادي راي رايحة تلسق مع العجينة اللي راهي التحت وبعدها نجيبو الحلال ديالنا ونقطعو كامل هادوك الزوائد هاكده بهات الشكل هذا وهادو كلي شوية البنات يعني ما نعجنوهم شنطموهم هاكده بر كي ما كتوفو معايا ونعودو نحلوهم ونقدرو نديرو كي ما قوت لكم هاكده دي تورت غير صغار هاكده ولا نديرو هاهم فان ده تارت نديرو بيهم دي ميني كيش ولا ديرو بيهم دي ميني شوصوم هنه يعني تشكلو بيها كي ما تحبو هاد العجينة هادي فالام بعدها دهنت هنه يا الوجه ديالها بصافار تاع حبة بيض بدلتلو شوية حليب ومالفوق نحاولو نديرو هاكده كشو الأشكال ولا تزين ومبعد بواسطة موس انا بيكيت هاكده يا وين كين هادوك الخطوط تاع الدوائر هاكده بيش العجينة ديالي ما تنفخش في الفرن يعني بيش ما تطلاش ودخلت ها الفرن هنا من الاحسن يكون شاعل الفوق والتحت هاكده بيش العجينة تاعنا تجي مورقة كي ما يحب الخاطر الفرغ لي طيبت فيه هاوليك هنا البنات راهو امامكم استعملت اليوم ها فوق اليكتريك لامارك بوستون راكو تشوف فيه معايا واحد الفرن وش نقولكم من اروع ما يكون خياتي 2500 وات يعني بويس ان الله يبارك وحتى بالنسبة للحجم دياليو 70 لتر فوق اليكتريك 2XL حجم عائلي ما شاء الله فيه كامل لازوبسيون لكامل مواصفات الفرن الناجح لطيب ما شاء الله كي ما علابلكم يعني في الفرغ كامل ما كاش يعني حاجة لطيب مليح كي ما فوق اليكتريك فوالا هاوليك هنا تحت شوفوه معايا اكوشتو الواجهة تاعو بزاف شباب عندو هنا في الكوتي مخدم كامل بالإينوكس الغير قابل للصادق عندو سنيوة تاعوك شغل جفنة كبيرة الله يبارك لانو هاد الفرن كيمقودكم خياتي كبير 70 ريتلا عندو هادا هو القريات شوفوه يعني فيجي على تخوى زيطاش فيه ثلاثة طبقات تورن بغوش باش تحمروا بيه الجاجر ديالكم الخدمة تاعو شوفوه الداخل خياتي على عينيكم واحد لا في نيسون بزاف شابة وتاني يعني سهل في التنظيف ديالو الفوغ إليكتريك خياتي ما يتعبكش في الطياب يعني كيمترقللوا لا تومبيغاتش تقعد هاكدك مش كيمال الفوغ تاع القاز ولا دايمن ديفوا يطفى ديفوا ينقص ديفوا يزيد ديفوا نغفلوا الحاجة حتى التحرق مفوغ إليكتريك كيمديروا درجة الحرارة رح يبقى مريغ لهاكدك شوفوه هنا في الكوتيخياتي الواجهة تاعو كاملة راهي إينوكس فيها ربعة تاعهاد ليتوش هادوما هنا اللولة كاملة راهي تاع درجة الحرارة ليتوصل حتى الميتين وثلاثين درجة ومبعد هنا عدنا المؤشر تاع الوقت يعني ساعة لامينيتغي ليفيها أكتر من ساعة يعني تقدر تطيب لك حتى التسعين دقيقة الله يبارك هنا التحت القفلة المهمة جدا الهايلة هادي اللي عجبتني لها تخوازيام هادي شوفوه هنا تلقلي والفوق ديالكم تحبو تشعلوا غير الفوق يشعل الفوق تحبو غير التحت يشعل غير التحت تحبو الفوق والتحت على دربة تانية يشعل تحبو هنا يا تورنبروش وهنا اللخ الكامل يشعل شوية يون غري لا غري برك يعني والقفلة الرابعة والاخيرة تاني هايلة بزا بزا شوفوه تحبو الضو تشعل تبقى شعله تحبو تشعلو الضو مع المرواحة تاني راح تشعلو غير الضو والمرواحة تحبو تشعلو غير المرواحة وحدها تاني راي رايحة تشعل كيما قلت لكم خياتي في كامل المواصفات تاع الفرن الكهربائي الناجح وهنا يعني احتدت تريق لي وساعة باش يشعل فوق ديالكم وستقوني يعني تمتم يسخن يسخن في رمشة عين الشكل تاعه بزا شباب آنيق وفرتهن لاباج فيسبوك خالد إليكت خومي ناجي دائما لتعمل على تحطيم الأسعار ويجيب لنا أحسن العروض خاصة بمناسبة شهر رمضان الكريم هذا خياتي بالنسبة للسعر دياله هذا الكبير تاع سبعين ريتلا دارزه جملة ينسبة مية وتسعين ألف والتوصيل راه مجاني كيما قلت لكم هذا راح كبير في الحجم وبويس ان الله يبارك دو ميل سينسون وات تاع سبعين ريتلا وراه متوفر تاني لبنة واحد صغير عليه تاع ربعين ريتلا هذا كدر مليون وتمنمية التوصيل راه مجاني وعندهم لا غارانتي تاع عام خياتي شوفوا هنا تاني كنت درت فيها القرانتيطة درتها الفضل لولادي هذه آخر القرانتيطة أنا حين تناولوها قبل هذا شهر رمضان الكريم وشوفوا كيفاش جات شعلت لها الفوق الفوق والتحتها جات من الطيب وأروع ما يكون شوفوا سيداتي كيفاش راهي تترعد راهي تشطح وحدها وحدها جات واحد القرانتيطة هايلا طبعا مع التقانية واللاس يسليم ديتها لكم هادك اللي كيت دخلوها لداخل فوق في اللول زوج تقايق اللولي لازم تحركوها مرة ولا زوج ولا ثلاثة مرات هاكدا راكوا رايحين تتفادوا ولا مكوش رايحين تحصلوا على هديك الطبقة الخشينة اللي تكون في القرانتيطة وهايليك هنا على كل حال هنا راي يمازلها سخونة دوك معاك كي تبرد شوية رايحة تحكم روحة شوف كيفاش ترعد راح تجيكم كيمال فلو واللي يعني يحبو مقادر مضبوطة معلكم برك تكتبو في اليوغو شاخش كويزين ساميرا ديزاد ولا تكتبو قرانتيطة كويزين ساميرا ديزاد وراح يخرج لكم الفيديو ولا توقت هايليك خياتي راني خرجتها من الفرن تاني شوفو كيفاش طابت ما شاء الله خدت تحميرا تشهي من الفوق وطابت روعة روعة هنا احنا ورد لكم تشوفو معايا الفيطاش تعالي عاجينة هادي اللي مديتها لكم لي لازم تحتفظو بيها لشهر رمضان الكاريم كيمال قد كم خياتي راي رايحة تعاونكم بزا 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 وراكوا رايحة نديرو بيها العجب وحدديرو بيها العادد من المملاحات شوفو الفيطاش خياتي كيفاش تجي وشوفو كيفاش طيبها جام حمر ما شاء الله دخل فوق هذا تعبوستو التزين من فوق زينو كيمال تحبو تحبو ما تزينوش خلو هاكدك احنا اللي همنا هو البنة واللي همنا هو القرمة شخياتي هنا قسمتها لكم شوفو العجينة كيفاش راي تفتت وحدها وحدها لافاقس تاني بزاف بنينا كيمقودكم تقدروا ترافقوها تاني مع ديبات تقدروا ترافقوها مع الروز دونك تقدروا في شهر رمضان الكاريم الى درتو هاد لافاقس يعني تدربو عصفورين بحاجر واحد احتكون يعني هادي كلاسوس ترافقوها مع كاشروز احتكون يعني تحصلتو على طابق رئيسي كيما تقدر تكون انفاص للمملاحات ديالكم واحد العاجينة يعني ان شاء الله تحتفظوا بها وتسجلوها لشهر رمضان الكاريم وصلنا لنهاية على فيديو تعالى اليوم اخياتي نشكركم على حسن المتابعة ما تنسونيش بجام وحبكم في الله في امان الله اشتركوا في القناة